أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما بحرية لميليشيا الحوثي الإرهابية قبالة سواحل مديرية الخوخة المحررة في الساحل الغربي وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش أفشلت هجوما بحرية للميليشيا الحوثية على مدينة الخوخة عن طريق ثلاثة زوارق صيد حاولت الاقتراب من ساحل مدينة المحررة وذكرت المصادر أن الجيش اليمني خاض معارك مع الميليشيات المهاجمة أسفرت عن مقتل جميع عناصر الحوثي وتدمير الزوارق المستخدمة في الهجوم